حق سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب نقف مع دقائق ولطائف هذه الآيات الحج أشهر معلومات معنى كلمة حج إيه الحج هو القصد هو الزيارة بس في شرط مع كلمة حج هو الزيارة والقصد معنية الرجوع أقول تاني لما نقول فلان حج إلى مكان كذا يفهم معنين المعنى الأول أنه قصده وزاره وذهب إليه المعنى الثاني الذي لا ينفك عن المعنى الأول بمضمون كلمة حج هو العودة أو الرجوع وده اللي فصر لنا قول الله سبحانه وتعالى بين سيدنا موسى والرجل الصالح في مدين إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك إلى آخر الآيات ليه ثمانية حجج لأن مهما طال الوقت الراجل الطيب بيقول لي سيدنا موسى انت كده كده يعني هتقضي عندي بعض الوقت ثم تعود إلى بلدك الأصلي ولذلك القرآن يفسرها في مكان آخر وفي موطن آخر فلما قضى موسى الأجلاء لما الثمانية أو العشرة عشر سنين وسار بأهله وعاد بأهله آنس من جانب الطور نار والحج هو الفريض الخامس في الإسلام قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه عند البخاري ومسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ولذلك آخر ركن من الخمسة سيدنا النبي عمله كان الحج ولذلك سميت بحجة الوداع هي الحجة الأولى والأخيرة والوحيدة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فريضة الحج لزيارة مكة والبيت الحرام والمناسك والمشاعر سمي حج للعودة والرجوح يعني أنت هتقصد البيت للزيارة هتقصد مكة لأداء المناسك والمشاعر كلمة حج بقى تحتب عليك العودة ومن كرامة القرآن أنه سمى الركن الخامس القصد وزيارة البيت الحرام ومكة المكرمة وأداء المناسك والمشاعر حج حتى نعود ليه؟ لأن سبحان الله وتعالى سيدنا إبراهيم دعا قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم خدوا بالكم ما قالش اجعل قلوبا من الناس أفئدة ما الفرق بين القلب والفؤاد في القرآن القلب يأتي عند الثقل إنما الفؤاد يفهم منه معنى الخفة والحركة والسهولة والانتقال اسمع كده فاجعل أفئدة من الناس تهوي فمع الحركة الشديدة قال إيه؟ فؤاد إنما مع الثبات والثقل يقول قلب شوف يقول إيه؟ إن كادت لا تبدي بي وقالت لأخته قصيه فبصرت ستين عم موسى عن جنوب وهم لا يشعرون وقالت إيه؟ وأصبح شوف القرآن يفرق في آية وحدة بين الفؤاد وبين القلب الله على العظم القرآنية ركزوا يا جماعة كده وصلي على الحبيب قلبك يطيب شوف ربنا يتكلم عن أم موسى بإيه؟ سبحان من هذا كلامه وسبحان من هذا كتابه وأصبح فؤاد أم موسى فارغة لما تكلم عن الفراغ والحركة والخفة والقلق والاضطراب ذكر كلمة فؤاد ولم يذكر كلمة قلب ليه الفؤاد في خفة ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما معنى الحديث إن من أمتي لأناس أفئدتهم كالطير حتى في السنة أفئدتهم كالطير يعني من الحركة والخفة والبساطة والسهولة كأفئدت الطير يقول كده فيقول القرآن وأصبح فؤاد أم موسى فارغة يبقى عند الفراغ والخفة والقلق والهلع قال إيه؟ فؤاد إن كادت لا تبدي به كتقربت تفشي السر اللي إحنا استأمناها عليه من إن هي أرضعت موسى وضعته في السندوق وهيذهب إلى فرعون شوف يقول ليه في أول الآية وأصبح فؤاد ركز على كلمة فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لا تبدي به لو لا أربطنا على ها فؤادها لا لو لا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين رغم إن هي الشخصية واحدة اللي هي أم موسى مرة قال فؤاد ومرة قال قلب قال فؤاد عند الخوف والهلع والخفة إنما لما جاب كلمة رابطاء جاب قلب ركزوا في دي أوي سبحان الله فسيدنا إبراهيم قال واجعل أفئدة من الناس تهوي ما قالش قلوب لأن القلب يقتضي السكون والربط والثبات إنما الفؤاد يقتضي الحركة والخفة والسهولة والانتقال شوف العظمة واجعل أفئدة من الناس ها